يا ترى ايه سر التدبيلة الجفة اللي احنا هنحطها ونجهزها للارنبيط عشان نقليه بيها ويطلع طعمه كأنه كنتاكي بالزبط ويه كمان سر التدبيلة السيلة اللي احنا هنحطها كده على الارنبيط من غير ما نسلقه خالص ونخليه في التدبيلة دي بقى كده شوية ونقليه هيطلع بالزبط بالزبط زي الكنتاكي واللون دهبي ورائع الميزة فيه بقى كمان يا جماعة انه هو طعمه زي السكر لان الارنبيط نفسه ما تسلقش فهو طعمه مسكر لان الطعم بتاعه الجميل ما رحش بقى في مية السليق هناخد كده حتة في العيش ونشوفها يا سلام انا اول ما هحطها كده يعني من جوه زبدة ومنبرم اربش والطعم ولا اروع وريحنا كمان من ان احنا نسلق الارنبيط على طول على طول انا رحت السوق جبت بقى شوية خضرة شبت وكسبرة وجبت ما شاء الله ارنبيطاية كبيرة قوي تعالوا بينا نوضب الارنبيطة الاول هاخرج بقى الخضرة كده دي انا ان شاء الله هوضبها كده واجهزها عشان اخد منها كمعود للارنبيط اللي احنا هنقليه ودي الارنبيطة جميلة نختارها بقى تكون كده لونها ابيض ناصع البيض وما تكونش بايتها عند الراجل وتكون جميلة زي ما انتو شايفينها كده هجيب بقى السكينة وهشيل القاعدة بتاعت الارنبيط دي انا مش عايزها وهقلب الارنبيطة كده على وشها وهبدأ ان انا اشيل الورق اللي احنا مش محتاجينه وبالراحة كده هياخد حتة من الفصوص اللي انا هعملها اول ما بلمسها يدومك بالسكينة لمس خفيف كده بتدخلها من مكانها على طول على طول كده بقى انا خلصت هشيل حتة الارنبيط الكبيرة دي هعمل بيها طباخات تانية وهاخد بقى الجزء اللي انا هعمله هوريكه ازاي هنفتحه من بعضه مجرد ما نلمسه من تحت بالسكينة بالشكل اللي انتو شايفينه ده الزهرات بتتفصل عن بعضها بمنتهى السهولة خلاص بقى هبدأ ان انا افصل كل الوحدات زي ما انتو شايفين كده يكون الحجم مناسب مش صغير قوي ومش كبير عشان يبقى الطعب لذيذ لما نسويه ويبقى حلو قوي خدت الارنبيط بتاعي بقى غسلته وشطفته كويس وصفيته من المية زي ما انتو شايفين جبت بقى كده التدبيلة بتاعتي عبارة عن طوب بودرة وبصل بودرة وشوية كاري وشوية شطة وشوية بابريكة حطيتهم بقى كده على بعض ومعيهم رشعوا من الكمون ورشعوا من السكر ورشعوا من البلح هنبدأ نعلم التدبيلة بتاعتي دي كده مع بعضها الكاري مع الطوب البودرة والبصل البودرة والبابريكة وهنحطهم بقى كده والملح والسكر والكمون هديهم تقليبة واهم مكون بقى طبعا هنحط عليهم شوية طوم مهروس علشان يدي للارنبيط الطعم الرائع بتاعه زي ما انتو شايفين كده يدوبك هي الحاجة اللي اتحطت الطوم الفريش مع الحاجات البودرة حطيت عليها كده ملو كوباية ونص من المياه وهجيب بقى كمان مع لقتين من الدقيق هحطهم في التدبيلة دي عشان بقى يتوغل كده جوه الارنبيط وهيبقى جميل قوي ويشرب الدقيق ده كمان خدت حبة كده من الخضرة شبت على كسبرة قلبتهم كده برضو بقى التدبيلة السيلة اللي انا جهزتها هاخد بقى الارنبيط كله اللي مش متسلقش ده ولا اي حاجة يدوبك اتشاطف بس هحطه كده في كيس وهحط عليه التدبيلة السيلة اللي احنا جهزناها ببقى لقتين الدقيق اللي احنا دوبناهم فيها هبدأ بقى ان انا اربط الكيس هديقه على الاخر خالص علشان نضمن ان التدبيلة بتاعتنا تطول كل الوردات بتاعت الارنبيط اللي احنا حطنا هحطها بقى كده في التلاجة حوالي ساعتين علشان اضمن ان هي التنبلت وبقت كويسة قوي هجيب بقى كده كيس وهحط فيه شوية من الدقيق علشان نجهز التغطية بتاعت الارنبيط علشان نقليه هحط كده كمية مناسبة من الدقيق وهحط عليها رشة خفيفة من الملح احنا التدبيلة بتاعتنا جميلة قوي ومش هنحتاج فيها ملح تاني بس احنا بنحط ملح على الدقيق عشان برضو يبقى طعم وحل هفتح بقى الكيس بتاع الارنبيط وهبدأ اخد من وحدات الارنبيط واحط فيها كده على الدقيق اللي في الكيس وهرجع اغطسها تاني في المية بتاعت التدبيلة الجميلة دي وهحطها تاني في الدقيق علشان ندمن ان الطبقة جميلة قوي قوي وبنتغطيها بطبقة بقربشة حلوة تعالوا بينا نقرر العملية تاني هاخد برضو كده من وردات الارنبيط اللي مش مسلوء ولا اي حاجة دوت وهحط منها كده في الدقيق وحركها ورجعها تاني في المية بتاعت التدبيلة في الدقيقة واقع حطها علشان تعمل لي طبقة جميلة قوي. لحد بقى ما نخلص الكمية كلها. هنقرر العملية كزا مرة. زي ما انتم شايفين الكمية بتاعتنا خلصت وباية جميلة قوي قوي. ما شاء الله ده بس من كمية ما نجيش ربع الارنبيط. يعني ربع حبة الارنبيط اللي احنا جاي منها عملت لنا كمية الجميلة دي. تعالوا بينا بقى نجهز الزيت اللي هنقلي فيه. هحط كده كمية غزيرة من الزيت علشان نقلي الارنبيط ويتقلي كويسة. الميزة في الارنبيط ده يا جباعة ان هو مش مجرد ما بيتحط على النار بيتقلي على طول ياخد لون. لأ. آآ ده مش مسلوق. والعجيلة مختلفة عن عجيلة الارنبيط اللي احنا بتعودين عليها. فلما بنحطه في الزيت بالطريقة دي بياخد مدة طويلة على مال ما بيتقلي. وده بيتمدلي ان الارنبيط من جوه استوى وبقى زي الزيت ده وجميل قوي. هنقلبه بقى بمتهى السهولة في الزيت. جبت كمان الشبكة دي. حطيت تحتها صدية عشان نطلع عليها المقليات بتاعتنا. وتبقى بقربشة وجميلة ونتخلص من اي كمية من الزيت زيادة. وكمان الهوى يبقى داخل لها من كل نحية وما يضطراش ابدا بعد بيتقلي. لو وصلتوا بقى للجزء ده في الفيديو قلولي انتم بتتبعوني بنيت. بجد بجد كومبونتاتكم بتسعدي جدا واستحملوني بقى طبعا لان انا عندي برد زي ما انتم سبعين. آآ ويا ريت بقى كمان تدعموا الفيديو بتاعي باللايك والشير. واتبعوني على قناة الوصفة. وعلى قناتي وعلى البيج والجروب والانستجرام والتيك توك باسم شي في ناس عم باسم. آآ نوسة يا نوسة الجميل ده مش ممكن يا جماعة لون الارناميد ورحته. يعني بجد بجد يعني غلطان اللي يسميه ارناميد. ده اسمه ارناميد بردبت الكنتاكي. حاجة كده تحفى زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نحط بقية الكمية التانية. وانطلعها بقى كده. يعني ده مش عايز غير حتى الجبنة روبي كده. آآ في حتة عيش بلدي. ونحط بقى من الوردات الجميلة دي. انا طبعا بدوق. وبوريكم قد ايه من جوا. هو عامل زي الزبنة وبستوي بجد بجد يا جماعة. طعم وبسكر جدا جدا جدا. لان هو بتسلقش. يعني احنا كنا بنزل بالارناميد بجد بجد لما بنسلقه. هقلموا بقى كده. آآ لحد ما ياخد لون من كل نحية. وزي ما قلتلكم هو بياخد وقت طويل. تعالوا بينا نقصر دي ونشوفها بقرمشها زي من بره. مش ممكن يا جماعة. من جوا عاملة زي الزبنة. ومتواسكة كده. يعني مش مهرية مثلا كده. وطرية باي مايا. لأ. يعني دي بستوية سوى مزبوط جدا جدا على الشعر زي ما بيقولوا. تعالوا بينا بقى انطلع الكمية التانية اللي تقلت. والزيت نضيف ولونه دهبي زي ما انتم شايفين. هنقلي فيه تاني. حاجة كده جميلة قوي. انا خلاص خلصت الكمية اللي انا بجهزها وعملاها. والارناميد بقى التاني. هعمله برضو بنفس الطريقة التانية. بس هعمله سخن بقى للولاد لما يعوزوه. خلاص كده خلصت كمية الارناميد. انا عايزة اوريكوا قد ايه هو بقرمش. وجميل قوي بجد بجد مش عايز غير طبق جبنة بالطماطم مثلا. اه جميه كده مع شوية تعيش بلدي او حتة الجبنة روبي. اه وعيش بلدي برضو بيبقى طعم جميل قوي قوي قوي. انا بشوف ان الارناميد بيليق قوي مع الجبنة. تعالوا بينا بقى نعمل سندويتش. وانكسر كده ونشوفها الاول من جوة طريقة. شايفين يا جماعة. مش ممكن تحفى. من بره بقرمشة ومن جوة زي الزبنة ومع السلاء. هاخد بقى كده حتة تعيش واعمل بيها سندويتش. يا سلام. طبعا انا مش عايزة ااكل ولا اي حاجة. انا بس عايزة اطمنكم ان هو جميل قوي. هقطم بقى كده ودوق يا وعدي. بقى الفهنة وشفة. ويا رب دايما وصفاتنا اتعجبكم وتنردكم.